اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من نادي منهم نادي طنطا ونادي عثماثون ونادي كوم حملة ولعب ايضا في نادي طلاع الجيش ونادي المالية ونادي كفر الزياد طبعا من الشخصات المحترمة الكابتن محمد علوش طبعا المجال الرياضي او المدربين فقدنا هذا الاخ العزيز عليه رحمة الله طبعا ما ننساش برضو مرا العديد اكثر من نادي في عنديات الخليج منها في السعودية وفي قطر كابتن ابراهيم بالنسبة للكرة في الوادي الجديد حال الوادي الجديد لانه الوادي الجديد مخفية عن المعالم مفيش فريق فيها حتى بيمثله في الممتاز بي حتى والله بسم الله الرحمن الرحيم مبدئيا الوادي الجديد تمتلك قماشة وخامة من اللاعبين مش موجودة في محافظات مصر كلها تمام ولكن هنا التقصير او عدم وصول أنديات الوادي الجديد للدور الممتاز عام او الممتاز به تمام فهو بعد المسافات اولا لمحافظة الوادي الجديد الموقع الجغرافي لمحافظة الوادي الجديد تبعد عن القهارة 12 ساعة صفر بس في أنديت دور الممتاز في البيعيز زي أسوان مضبوط بس أسوان اه تمام ودى الإمكانيات مثلا وبرضه أقول لحضتك على حاجة مبدأي أنه كنت عامل دراسة وعلى أيدي محاضرين دوليين بتقول أن الوادي الجديد علشان يكون فيها فريق في الدور الممتاز في خلال 3 سنين أو 4 سنين أو 5 سنين لازم يكون عندي قاعدة براعم وناشئين قوية في كل أندية الوادي الجديد احنا بنجد في الأندية دي كلها الفريق الأول بتصرف عليه بالـ 200 ألف جنيه والـ 150 ألف جنيه وما عندكش إلا فرقة واحدة أو فرقتين في الناشئين أو البراعم وطبعا ده طبيعي أن البنية التحتية كده عندي في البراعم وناشئين مش موجودة طب حكم عاملك كرجل مصاوخ للعبين وصاحب شركة تسويق للعبين بالوادي الجديد طبعا أفرازت هذه الشركة أو مكتب التسويق بعض اللعبين الجايدين اللي اسمعوا عنهم عايزك تذكرهم كده عندي طبعا يعني مش هتكلم عن لعب المحلية هتكلم أبدأ باللعب الدولي عشان مرضو وقت البرنامج فأنا عندي محمد صبحي الشهير بحمص بيلعب في الدور التركي عندي برضو نفس الكلام اللعب رمضان قديرا بيلعب في نفس الدور التركي عندي طارق رمضان بيلعب في الدور التركي ولاعب منتخب مصر حاليا مع الكابت الرابع عسين في موليد 2001 اللي هو كان البطولة بتاعته ونتوقفت بسان المحترف ببرا وبيلعب محترف وبيجي على المنتخب على المعسكرات طارق رمضان طارق رمضان طبعا المحلين أو اللي موجودين معنا في أندية الممتاز أو الممتاز به أو الدرجة الثالثة ولا آخر فطبعا عددهم كتير لتبع المكتب وكلهم أنا بأجلهم من هنا تحية شكر لكم كلكم أبناء أخوات الكبار يعني أخوات الصغيرين ناسهم فنرجع تاني معاك لحضرتك ليه فيما يخص الوادي الجديد لازم يكون فيه بناء بنية تحتية لكرة القدم في الوادي الجديد وأنا يعني عملت الدراسة اللي قلتها لحضرتك وقدمتها لسيد المحافظ وقدمتها لسيد مدير الشباب وطبعا الناس يعني مشكورين مشكرهم من هنا على ترحبهم بيا لهذه الفكرة وتطبيق فكر جديد حديث لكرة القدم في الوادي الجديد ألا وهو الاهتمام بالناشئين والبراعم داخل جميع أندية ومراكز شباب الوادي الجديد طب ما هي أشهر الأندية في محافظة الوادي الجديد نادي الوادي الجديد طبعا لعب في دور ممتاز لأن ننسى مجهود اللي فعله فعالته المحافظة محافظة الوادي الجديد مقر المحافظة دوان عمل محافظة مع هذا الفريق ومدير الشاب والرياضة طبعا تم التكاتف من أجل هذا الفريق لصعود والممتاز لأنه ننسى المحافظة طبعا بالطبيعي وكان كابتن مجد طلبة في هذا التوقيت هو المدير الفني لفريق الوادي الجديد وكان بيساعده في المدرب مساعد أو المدرب عام كان الكابتن طلعت فاروق عليه رحمة الله أحد أفضل لاعبي الوادي الجديد ومدرب الوادي الجديد عليه رحمة الله وكان معاه في حراسة المرمى كابتن إحسان الشحات شغيل كابتن إكرامي كابتن إكرامي كبير وطبعا حتى خلاص جاري إن شاء الله الاستفاقة من هذا الكلام أو من هذا الشيء أن احنا هنفضل بعيد عن أندي الدور الممتاز لحد إمتى أنا والله مع حضرتك في الأندية طول الوقت تمام وبتقابلني وأشوفك وبتلاقييني جاي بلعيبة من محافظات بحري من الصعيد أنا بكون مع احترامي كل لعبتي اللي من المحافظات دي أنا بكون زعلان أنا نفسي أشوف اتنين تلاتة اربعة خمسة من الوادي الجديد موجودين معايا شايفهم والد سليمان على التلفزيون شريف إكرامي دونجا بيقول ده من الوادي الجديد من الدخلة من الخارجة من الفرفرة الكلام ده عشان يتحقق يبقى لازم اللاعب ياخد بنيان سليم من البداية على وهي البنئة التحتية طيب حنطلع لفيديو سريع كلا نتفرج على طبعا مجهودات مكتب هذا مكتب التسويق الرياضي وطبعا ونتفرج على لعيبة أهل الوادي المنسيين اللي بقولونا في البرنامج اللي احنا منسيين ونطلع لمحافظة الوادي الجديد الكابتن إبراهيم محمود عبد الله الشهير بالكابتن إبراهيم الحضري ولد الكابتن إبراهيم الحضري بقرية أسمنت التابعة لمركز الدخلة بمحافظة الوادي الجديد حيث مدأ مشواره القراوي كحارسا للمرمى بمركز شباب أسمنت ومركز شباب مدينة الدخلة ومن بعدهم نادي الدخلة الرياضية بقيادة الكابتن سامي عبد ثم انتقل إلى القاهرة راغبا في الاحتراف وانضم إلى صفوف نادي منشية ناصر بحلوان وتدرب على يد الكابتن محمد مصطفى مدرب حراس المرمى بنادي المقاولون العرب وانتقل معه إلى نادي حدائق الأهرام وتلقى بعد ذلك عرضا من نادي الوالدية بأسيوت وتدرب على يد الكابتن ثم علم بالمفاوضات التي تتم لأجله بنادي الوادي الجديد فقرر العودة للانضمام للنادي في عهد الراحل الكابتن إبراهيم علي المدير الفني للفريق واستمر به لمدة أربعة أشهر ثم عاد مرة أخرى لنادي الوالدية لينهي بذلك مسيرته القروية بعد تلقيه لإصابة منعته من الاستمرار وتكملة المشوار اتجه الكابتن إبراهيم الحضري بعد ذلك إلى مجال تصويق اللاعبين ليعد أول من أسس مكتبا لتصويق اللاعبين بمحافظة اللوادي الجديد ومن أهم التجارب التي خاضها الكابتن إبراهيم الحضري تصويق عدد من اللاعبين إلى الدوري التركي أبرزهم الكابتن محمد صبحي الشهير بحمص لاعب نادي باشك تاشي التركي والكابتن رمضان قديرة اللاعب لنفس النادي أيضاً والكابتن طارق رمضان لاعب نادي جلطة سراي التركي وأحد أبناء الكابتن ربيع يسين بمنتخب مصر لكرة القدم مواليد 2001 اختار الكابتن إبراهيم الحضري الكرة والنجوع بشتى محافظات مصر مقصداً له لاكتشاف المواهب القروية المدفونة بها وتسليط الأضواء عليها من خلال العديد من التقارير التلفزيونية التي حرص دائماً على تنصيقها وأخيراً قام بتأسيس أول مدرسة لتعليم كرة القدم بالوادي الجديد على النظم الحديثة والمعايير الدولية وتلقى عروضاً كثيرة من أندية مختلفة ليكون مديراً للتصويق بها طبعاً ورجعنا لكم تاني بعد ما شفنا هذا الفيديو الجميل طبعاً ومجهودات الكابتن إبراهيم الحضري طبعاً في محافظة الوادي الجديد عايزة أتكلم عن أشهر المدربين بمحافظة الوادي الجديد وكذلك أشهر وأفضل المدربين واللعبين بمحافظة الوادي الجديد أيضاً بص كابتن وطبعاً إحنا كان عندنا الكابتن يحي دياب لو كان مدير عام الشباب والرياضة ده كان بيلعب في لادي المينيا وكان برضو التحق بالدورة ممتاز ومن أفضل أو أشهر لعيبة طبعاً من مدينة الخارجة طبعاً الكابتن يحي دياب وطبعاً لا ننسى مجهودات الكابتن يحي دياب الخارجة منفصلة عن الوادي الخارجة هي مقر المحافظة بالوادي الجديد ثم مركز الدخلة والخارجة وبالاط وبريس الخمس مراكز طبعاً كابتن يحي دياب أحد ممثلي أفضل لعيب الوادي الجديد على مدار العصور كابتن إبراهيم علي كابتن طلعت فاروق علي رحمة الله كابتن محمود ودة كابتن أحمد ودة كابتن فوزي محمود طه كابتن محمد فوزي سعب على لاعب نادي نجوم مستقبل وسبب في صعود نجوم المستقبل للدور الممتاز طبك وصلاً ولاعب طنطة برضو أيضاً والألمونيوم واحترف برضو أخذ فترة في البرتغال ست شهور ورجع تاني على نجوم مستقبل وحالي نلاعب بالألمونيوم يعني محافظة وقت الجديد ولادة باللعبين والمداربين أيضاً قلت لحضرتك أن هي فيها أماشة وفيها خامت لعبة كورة أفضل من أي محافظة تانية ولكن الدعم أولاً ثانياً إن إحنا برضو يكون عندنا بنيان كويس يعني بداية كويسة طيب كابتن إبراهيم في ختم هذه الفقرة حابب بتوجه الشكر بالأخص المين طبعاً أنا هبدأ بوالدي ووالدتي وأهلي عمي وخالتي وأبويها وأمي طبعاً تمام وأخواتي وخطبتي وأهلها وكل الناس اللي بتحبيني واصحابي وكل الناس اللي وقفت معايا أول ما كابتن أحمد فواز طبعاً عمر مع حضرتك كانت ثلاث سنوات شغل عمل وراجعين لك تاني وبنعلم من عند حضرتك هنا إن إحنا موجودين معاك في نادي الزرق في منصب مدير تسويق الرياضي وطبعاً بوجه شكر كابتن محمد مصطفى المقاولين العرب كل الأشخاص دي اللي هي في حياتي يعني كان لها بصمة كبيرة معايا طبعاً بشكر كل حد شايفني النهاردة حتى لو ما ذكرتش أسمعه وكل الناس المتواجدة معايا على السوشيال ميديا وبتتفاعل بشكل كويس معايا إخواتي أولاً قبل ما يكونوا أناس على السوشيال ميديا وأشكر حضرتك والقناة والبرنامج طبعاً في خيتام هذه الفقرة طبعاً بحب أشكر ضيفي الكريم الكابتن إبراهيم الحضري حنطلع لفاصل ونستقبل في الفقرة الثانية اللاعبين الجيدين المميزين اللاعب حسام رضا أبو غالي اللاعب نادي المصري موليد 2001 واللاعب حسام توتي اللاعب نادي الزمالك موليد 2004 ورجعنا لكم تاني في هذه الفقرة نضم إلينا اللاعبين اللاعب حسام رضا أبو غالي اللاعب نادي المصري السلوم موليد 2001 واللاعب حسام توتي اللاعب نادي الزمالك موليد 2004 أخبرك يا حسام أخبرك يا كابتن الحمد لله الحمد لله ونت حسام وإيه الأخبار الحمد لله نور بتشارة الزمالك كده أقول لي كده حسام في البداية كده يعني بدأت إزاي ومين اللي ودك النادي ومين اللي اختارك لنادي المصري والله يا كابتن طبعا أنا بدايتي يعني كانت عندنا في نادي في المدينة تمام مدينة النبريج جديدة مدينة نبريج آه تمام كان نادي نادي مبارك تمام نادي مبارك الرياضي دي كانت البداية دي كانت البداية تمام مركزك يبقى في الملعب أنا مركزي جناح جناح عيصر تمام طبعا أقول لي كده بالنسبة بقى لفكرة انضمامك لنادي المصري السلوم يعني جات إزاي والله حضرتك أنا كنت متابع نادي المصري السلوم ونتائجه لأنه نحن لسهن قدر بفنز الفقرة كنت متابع النتائج ومتابع النادي من بداية الموسم تمام ففكرة انضمامي إن أنا دخلت تكلمتهم تمام كنت متابع النتائج يعني بتاعتقل الموسم ده اللي خليك يعني ده اللي خلاني يعني شجعني من نضم لنادي تمام طيب معانا مكالمة هاتفية الكابتن محمد عزوز المدير الفني على الأسبق بنادي ميات البحيرة أهلا وسهلا كابتن محمد أهلا وسهلا بحضرتك كابتن أحمد برحم بحضرتك بديوفة يا حبيب كابتن محمد يا بارك والله يفضل ونعم الحمد لله تمام نقوله طبعا مبروك لعودة طبعا الروح لكرة القدم والله احنا من بارك لكل الرياضيين والحمد لله خير يعني الحمد لله ده خير والناس ترجع والدنيا ترجع وان شاء الله خير يعني ان شاء الله خير بإذن الله كابتن محمد طبعا فريق ميات كرة البحيرة الفريق الأول لكرة القدم موجود مع السنة دي ولا لسه والله لحد دلوقتي كابتن أنا موجود يعني ما كانش فيه أي كلام بس بعد كده ما نعرفش والله لسه ناس هتقعد وتحدد لان ما فيش أي اجتماعات وما كانش فيه أي مقابلات الفترة اللي فاتت فلسه الناس هتقعد وترتب وربنا لسه العامل ان شاء الله خير يعني طب البداية كده ببداية يعني نويين على ايه بالنسبة لنادي ميات البحيرة أحد أنضية القسم الثالث والله يا كابتن احنا طبعا ميات نادي ميات البحيرة ده أنا دي كبير واسم كبير وتاريخ وطول عمرنا في الممتاز به تمام واحنا لما نزلنا فاحنا ما عندناش غير هدف واحد هدف الصعود واحنا في كل الفترات يعني السنتين اللي فاتت احنا الحمد لله بفضل اللي احنا بنمشي أول لكن بتحصل حاجات عكسية في أخير المسلم فده اللي بتعطرنا شوية لكن احنا ما عندناش غير هدف واحد الصعود بس طيب كابتن محمد بالنسبة لعودة الرياضة وبالأخص رياضة كرة القدم طبعا في نادي طبعا تعليمات وضوابط للاحترازات الوقائية لطبعا عشين انتشاب مرض الفيروس الكورونا طبعا الاحتياطات طبعا يعني وسط النادي على تامل السداد والله يا كابتن طبعا كل الانديت مصر وعندنا بالأخص احنا عندنا عشان حضرك عارف ان احنا نادي شركة تمام فكل الضوابط بتبقى من خلال كمان يعني رئيس الشركة ورئيس النادي والعاملين بالنادي فبتبقى على اعلى مستوى لان انت حضرك عارف ان احنا عندنا معامل مركزية وعندنا عندنا كل الانكنات وعصات طبية يعني كل الحاجات الموجودة اه الحاجات دي موجودة عندنا فاحنا بفضل الله بنشتغل كويس يعني ان شاء الله كابتن محمد كده نلوه فريق ميات البحيرة بازنها في الممتاز ان شاء الله بيقدر كابتن محمد عزوز من الشخصيات المحترمة والمداربين الاكفاء الموجودين بالمحافظة شكرا جزيلا كابتن محمد عزوز المدير الفني لفريق نادي ميات البحيرة حسن تت يقول لك كده بقى يعني نادي الزمالك وحبك الشديد لنادي الزمالك وفكرة انضمامك لنادي الزمالك وبدأت مع مين في بداية حياتك القروية نحترما يعني لبقية الاندال في مصر طبعا انا بدأت صغير جدا بدأت وانا عندي ست سنين ومن وانا ست سنين حبي لنادي الزمالك ثم المستشار الكبير طبعا مرترا منصور بدأت في السيوف اخدت فترة كبيرة في السيوف اخدت فترة في النصر كل ده انا صغير تصل مسكندرية؟ انا مسكندرية اخدت فترة كبيرة جدا انا راجل روحت الكبيرة كتير كتير لاجل اكاديميات وكده وكده انا شخص مكافح اعاوز اوصل لحاجة يعني انا كلها بتقوم انا سوصل لهدف محدد اه طبعا بس زمالك بس زمالك اهلي اسمعيلي حارس اولمبي يعني بتحب الاهلي كمان على دماغي من فوق تمام طبعا بس انا طبعا بحب المستشار الكبير الكبير طبعا مرترا منصور يعني كلها طبعا دخلها تهاجمه من جمهور الاهلي طبعا تمام وبالاخص طب انت اقول لي بقى مركزك ايه في الملعب؟ صنع على عائل صنع على عائل او مركز البديل يعني انا الحمدلله يعني بلعب بالشمال ولمين مركز البديل هاف رايت او هاف ليفت انا بلعب الاتنين مركزي ببقى محور دياري في نفس الملعب بلعب باك شمال او باك يمين يعني شغالك الطرفين يعني اه طبعا تمام حسام قولي كده يعني بالنسبة للعيبة المحلية مسك الاعلى بقى بالنسبة للعيبة المحلية بقى والعيبة الدولية اللعب المحلية يعني بالنسبة للدورة تحب لعبي مين وتشبه اللعب مين والله يعني رمضان صبحي في النادي الاهلي نه طبعا انا كمشجع للنادي الاهلي طبعا تمام وابحب احنا معنا واحد زمجا طبعا ان الانتمال للنادي الاهلي طبعا ام طبعا جمهور الزمالي كتابعة Dubgrove بما منعجي يعني منتامل للاهلي شوية نه يعني طريقة اللعب تشبه رمضان صبحي تمام في النادي الأهلي قل لي يا حسان برضو طريقة لعبك تشبه للاعب مين في الزمالك أشرف بن شاركي لازم أن الزمالكي بأشرف بن شارك وعالميا بقى عالميا جونيور نمار نمار حتى وعندما انت شابه أنا شابه الناس كلها وانت حسان بقى عالميا محمد صلاح محمد صلاح ربنا وفاك كده وربنا نشوفك زي محمد صلاح كده إن شاء الله كبتين أشهر مبارياتك يا حسان أو تطلعاتك في الفترة المقبلة طموحاتك إيه غير نادي الزمالك طبعا نحترف ببرا أنا جالي طبعا احتراف من نادي العين أماراتي بس كانوا مكلميني وكده بس أنا حابب أن أنا موجود في نادي الزمالك حابب أن أنا في نادي أنت جاي لك عرض نادي العين الأمارات لعين أماراتي الناس كانوا مكلميني وخلاص وكانت لها رجاءة السفر وخلاص بس أنا تطلعاتي الزمالك فريق أول كبداية يعني حلمي طبعا يعني حلمي وحلم كل فقر طبعا وكل شدة أولى منتخب مصر طبعا طيب وانت يا حسن تطلعاتك في الفترة المتحدة والله يعني بالنسبة لي ان انا طلعاتي ان انا الاحتراف خارج مصر فرق أوروبا وكده بس طبعا كمحلي طبعا هتمنى اللي يابي في النادي الأهلي طبعا ربنا وفاك ورد لو معنا صور المدربين أو اللي موجود عشان حنالي عن تشكيل الأجهزة الفنية والطبية والإدارية لنادي طبعا بنالي عن الهوى ووجود ثلاثة عنديها طب ماشي تمام دي صور المدربين طبعا الكابتن طارق مالديني الكابتن أحمد صلاح طبعا الكابتن أحمد الأمير تمام الكابتن محمود حنفي طبعا من المدربين لكفاءة جدا والكابتن محمد والكابتن محمد ميمي طبعا من المدربين الكويسين جدا الكابتن حراس المرمى الكابتن أحمد المنشاو بنالي المصنع الحربي بمدينة اسكندرية طبعا الكابتن أيمن طلع من المدربين الأكفاء الموجودين معنا إن شاء الله مدير الفنين لمواليد 2001 كابتن رقفة نور الدين طبعا طبعا مدير الفني لمواليد 99 والكابتن عمار طلعت مواليد 2003 بنالي الزرقى الرياضي والكابتن أحمد فايق طبعا مديرا فنيا لموايد 2005 الكابتن سلامة أضوء المدير الإداري بنادي الزرقة الكابتن حسن علي المدير الفني لموايد 2008 بنادي المصي السلوم طبعا هنبدو إن شاء الله التدريب يوم السنين القادم بإذن الله في مدينة القاهرة ويوم السبت بإذن الله في ملعب الجيش بمدينة الأسكندرية طبعا فيه طبعا تشكيل الأجهزة الفنية فيه كتير بس عشان وقت البرنامج إن شاء الله بإذن الله هنعودوها إن شاء الله بإذن الله بالنسبة لتشكيل الأجهزة الفنية للأندية الموجودة معنا إذا كان نادي الزرقة أحد أندية الممتاز به وبيلعب ضمن مجموعة دوري منطقة القاهرة وطبعا معنا نادي المصري السلوم والصاعد حديثا للممتاز به معنا بتاع الناشئين واختاع البراعم وطبعا معنا نادي المصنع الحربي بمدينة ألاسكندرية من قطاع ناشئين واختاع البراعم وفريق أول حسام طبعا فكرة انضمامك للنادي المصري جات أول ما شفت طبعا نادي النظام كويس فريق متصدر وحصل على بطولة الدوري طبعا كل ده طبعا ساعدك اللي أنت تختار هذا الندي تمام تمام وانت وحسام بقى يعني عايزينك كده حاجة كويسة في نادي الزمانة عذاب بن شرخ المصري بقى إن شاء الله بإذن الله تعالى العرب بس أنا طبعا عايز أقول بس أوصل كلمة طبعا وصل كلمتين احنا عايزين بس عايز أوصل كلمة لكل جمهور الأهل وجمهور الزماري جمهور الكرة من مصر كلها تمام مستشار مرتر منصور رقم واحد في مصر كلها ناشا وصلت الوصل على حسام طبعا مش عايزين طبعا ننسى أنه طبعا فيه أندية استثمارية برضو عشرين بننوه طبعا فيه أندية استثمارية أعلنت عن اختبارات لهذا الموسم الجماعة لا يوجد اختبارات هذا الموسم بكافة أنواعه لأنه طبعا الدولة منعت الاختبارات والتجمعات الكبيرة والكثيرة فطبعا ممنوع منعا باتا الانصياغ وراء هذه طبعا الدعاية والإعلانات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماع والصياد اللاعبين طبعا ما فيش اختبارات هذا الموسم لأي نادي من أندية الدوري الممتاز أو أي نادي آخر طبعا الحل من اللاعبين القدامة طبعا الأندية هتلجأ لي أو بقى خلاص أمر واقع قيد اللاعبين القدامة وطبعا عدم التفريد في أي لعب أو أي ناشئ في القطاع عشان ظروف الموجودة في الأندية المصرية طبعا في ختمة هذه الفقرة عايز أشوف كده حسام كده تحب توجه الشكر لمين بقى اللي وقف في جنبك ومسندك كده ومشجعك على الرياضة والله يعني طبعا أحب أوجه الشكر الوالدي طبعا أول حاجة والدي ووالديتي طبعا وإخواتي وحب برضو أوجه الشكر لحضرتك برضو كابتن أحمد حبيب أحسام يعني وأنا النهاردة بتشرف جدا يعني أن ألمع حضرتك في البرنامج وأحب طبعا أوجه الشكر لصحابي وللناس اللي بتشوفني برضو دلوقتي وبشكرهم جدا أنهم بيشوفوني وبشاهدوني دلوقتي واحنا أبدو شكرك أحسام شكرا توتي تحب بقى توجه الرسالة شكر لمدة أحب طبعا أشكر حضرتك ان هلتا دايمن ووقفت جنبي على طول دايمن و mallet دلوقتي بتقف جنبي في لام القديمة دايمن وانا ساب البقاء على ربنا ثم حضرتك أحب طبعا أشكر والدي ووالديتي طبعا دول ووقفوا جنبي دايمن أحب طبعا أشكر أخوي طبعا محمود بادر أحب أشكر أخوي الكبير أهاب طبعا أحب أشكره طبعا والشكر والتأدير طبعا لحضرتك حبيب أحساب طبعا في ختم هذه الفقرة طبعا هنطلع لفاصل ونعود طبعا لنستقبل بعض لعبي نادي المصي موليد 99 والحاصلين على بطولة الدوري طبعا لمنطقة مطروح طبعا بقيادة الكابتن رأفة نور الدين وطبعا تكريم هؤلاء اللعبين على الهواي مباشرة طبعا عمل لهم حاجة مصغرة كده شاهد تأدير وميدليات حاجة كويسة كده بحيث تشجيع وحافظ للعبين المميزين والجيدين هنطلع لفاصل ونعود ان شاء الله وارجعنا لكم تاني طبعا في هذه الفقرة الأخيرة من برنامج ملاعب بلدنا في هذه الفقرة طبعا بنحب نكرم فريق نادي المصري السلوم والفائز وحق نتائج طيبة في مشواره في الدوري طبعا ويحتل المركز الأول بصدارة ولكن طبعا ظروف جائحة الكورونا طبعا كانت سبب من أسباب طبعا عدم صعود للدوري القطاعات ولكن طبعا هذا الفريق جيد ولاعبين جيدين ومميزين طبعا في البداية بحب طبعا أرحب بالكابتن رأفة نور الدين المدير الفني لهذا الفريق موليد التسعة والسين بنادي المصري أهلا وسهلا كابتن رأفة أهلا وسهلا بك وبإستاذ المشاهدين الله يخليك طبعا هو برضو اللاعب الجميل اللاعب أحمد حسن الصيز أبو حميد الحمد لله عملي حمد لله طبعا اللاعب حسام من ناس اللاعبة الجيدة حسام مصطفى هاشم أحمد من ناعبين المميزين واللاعب محمد أحمد درويش طبعا عمليه وحميه كله تمام واللاعب إسلام حامد طبعا من اللاعبين الجيدين في هذا الفريق طبعا جهاز القرى لهذا الفريق مكون من الكابتن محمود درويش مشفا على هذا القطاع والكابتن رأفة نور الدين المدير الفني لهذا الفريق والكابتن إسلام علي مدرب أحمال هذا الفريق والكابتن وسام محمد مدربا عاما لهذا الفريق والكابتن سلامة الضوي مدير إداري هذا الفريق والكابتن جمال عبد الحليم إداري القطاع والكابتن محمد جابر علي دكتور الفريق والكابتن إسلام طايل مسؤول قيد اللعبين طبعا جهاز على أعلى مستوى جهاز فني كوف طبعا سريعا كده مشوار هذا الفريق فيه الدوري طبعا فوزه في المباراة الأولى على نادي شباب الضبعة بستة أهداف مقابل هدف في المباراة العودة الثانية فوز نادي المصي على الضبعة 3-0 في المباراة طبعا في الأسبوع الثاني فوزه على نادي الوداد 2-0 في المباراة الأولى وفوزه في المباراة الثانية بسبعة أهداف مقابل هدف في المباراة أو الأسبوع الثالث طبعا فوزه على نادي الترجي 2-1 في المباراة الأولى وفي المباراة الثانية مباراة العودة فوزه 3-0 طبعا في الأسبوع الرابع فوزه على نادي الرجاء المطروح 2-0 في المباراة الأولى وفي المباراة الثانية فوزوا على نادي الرجاء أيضا في المباراة العودة بخمسة أهداف نظيفة وفي الأسبوع السادس طبعا فوزوا على نادي مركز شباب الحمام في المباراة الأولى 1-0 وفي المباراة الثانية 3-0 طبعا بدون هزيمة وهذا الفريق طبعا فريق جيد وبعض اللاعبين اللي تم صعودهم للفريق الأول وطبعا فيهم اللاعبين إن شاء الله بإذن الله لهم مستقبل طيب في المشوار الرياض أسماء اللاعبين طبعا قبل ما نكرم اللاعبها أسماء اللاعبين 18 لعب الموجودين في قائمة الفريق اللاعب أسامة نبيل رمضان حارصا للمرمى اللاعب أيمن جمال مساك اللاعب محمد يوسف مساك مصطفى الديب طبعا لبرو مساك أحمد عاطف باك يمين محمد مجاهد باك يسار أحمد صياد وسط مهاجم معتز كامل مهاجم كريم نبيل دفندر محمود سعيد هفريد عبد العاطي مسعود دفندر أيضا حازم محمد رمضان صانع ألعاب سلطان محمد عبد الرحمن طبعا سلطان مهاجم جيد أحمد محمد دارويش تحت رئيسية الحربة من اللاعب المميزة جدا جدا وكذلك اللاعب هفريد محمد رزق العربي ومحسن محمود وإسلام حامد عبد القادر من المهاجمين الجيدين فيها الفريق واللعب عبد الله مندو واللعب طبعا حسام هاشم لعب دفندر جيد من اللاعباء المميزين طبعا هؤلاء اللاعبين طبعا عمل نتيج جيدين وفرقة جيدة ومن الناس اللي هي يعني أخلصت وربنا قرمها بالصعود للفريق الأول والذي تأهلها إن شاء الله بإذن الله لدور الممتاز به وإن شاء الله يكون موسم طيب هذا الموسم طبعا في هذا التكريم طبعا بنكرم على الهوى لكابتن رأفط محمود نور الدين المدير الفني بنادي المصري موليد 99 المصري السلوم عشان ما بيعاش فيه خلط ما بين المصري البورسعيد والمصري السلوم المصري البورسعيد ممتاز ألف المصري السلوم ممتاز به ماشي الفضل يا كابتن رأفط شكرا ألف مبروك كابتن رأفط يعني أنت مش اخصات المحترمة الله يكريم وربنا وفاك رب في عملك التدريبي الله يكريم طبعا اللعب الجيد اللعب أحمد حسن علي الصياد من لعبي المميزين اللعيب المنتظم واللعيب الخلقي يعني خلقيا ولعيب مواظب ما فيش غياب في التمرينات لعيب مواظب طاعة أوامر المدربين من اللعيبة الخلقية الممتازة ماشي الفضل يا بوحمد شاهد التأديل اللعب حسن مصطفى هاشم طبعا من اللعبين المميزين جدا ومن اللعبين اللي هي أخلاقها عالية جدا وطبعا اللي هما سهموا في مشوار هذا الفريق طبعا فنيا اللعب حسن مصطفى هاشم أحمد ماشي يا حسن اللعب أحمد محمد درويش طبعا فكهة الملعب اللي هو الخلوق اللعب أحمد محمد درويش من اللعيبة المميزة فضل يا بوحمد مبزوك حسن اللعب برضو إسلام حامد عبد القادر من اللعيبة الغلسة في الملعب كلمة غلسة في الملعب يعني لعيب تقيه لعيب كويس جدا لعيب صلد أداء رجولي طبعا من اللعيبة اللي هي المميزة اللي هما برضو أصروا في نتائج الفريق وكان من أحد العمدة الرعاصية بالفريق اللعب إسلام حامد عبد القادر أحمد فضل يا حسن ماشي يا حسن مالدي بتاعت مي ماشي يا حسن طبعا احنا بنكرموا اللعيبة لأن اللعيبة ديت فعلا بالأمانة يعني صبرهم وجهدهم في ظل الظروف الصعبة والصفر هم البعيد وسكنوا في مدينة القاهرة طبعا الالتزام والنظام وطاعة أوامر المدربين من اللعيبة اللي هي مميزين جدا اللي هما طبعا إن شاء الله نتنبأ لهم مستقبل طيب بإذن الله كابتن رأفض في ختم هذه الفقرة كلا عايزك سريعا كلا يعني نتكلم على توجيش شكر المين اللي هو السبب بهذا النجاح بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء أنا بوجه الشكر لرئيس المنظومة اللي هو المسؤول كابتن أحمد فواز ده لأنه هو موفر لنا الملاعب وموفر لنا الأدوات موفر مدربين وأجهزة على عالي مستوى كمان عنده نظرة صاقبة في اللعيبة في نقل اللعيبة في معسكرات يعني إحنا البطولة دي مأخدمهاش كده يعني إلا ما ارتلعنا معسكرات أنا روح معسكر بلطيم نقاط في عشر أيام روحنا معسكرات اسكندرية قبل كل مباراة بأن نطلع اسكندرية وسائل النقل كانت متوفرة يعني كنا مرتاحين على أساس نقدر نيدي واللعبة تقدر تيدي طيب يريدنا أعرض الصور كده سريعا كده قبل ما نختم هذه الفقرة الجميلة بتكريم هؤلاء اللعبين طبعا ده فريق نادي المصي طبعا الفريق الفائز أو الحصر على المركز الأول فريق ممتاز وبفريق جايد دي مباراة ندرجاء الذي تغلب عليه بثلاثة أهداف نظيفة طبعا من اللعبة المميزين الموجودين وجهاز فني عالي جهاز فني يعني على مستوى رائع وإن شاء الله بإذن الله كده هذا الموسم يكون موسم حاجة جميلة وموسم استثنائي طبعا في ظل صعود الفريق الأول اللي الممتاز بي إن شاء الله وإتم تصعيد أكثر من اللعب بإذن الله إن شاء الله طبعا بحب أشكر للمباكرر شكر لهؤلاء اللعبين اللعب جيد اللعب أحمد حسن علي الصياد ربنا حسن علي أنا أشكرها كابتن وسعيد يعني أنا متوجد معا حبيبة وطبعا بحب أشكر النجم حسام هاشم بحشكري حسام شكر الله كابتن أنا اللي بشكرك وأشكر المنظومة كلها وكل المداربين اللي اتمرنت معاهم طبعا وكل حد استفدت منه بمعلومة ديتني خبرة لقدام طبعا بشكرهم كلهم وبشكر أهل كلهم اللي وقفوا في ظهري طبعا والد ووالدتي وكل الناس وأصحابي حتى أصحابي اللي كانوا بينتقدوني أو حاجة قدوني دافع قوي جدا إن أنا أكمل وأكمل مشواري وإن شاء الله فيه تقدم وبشكر أصحاب اللي بيرعموني دايما إن شاء الله وبقول لكل الشباب امسكوا في حلمك امسك في حلمك هو اللي تايش علشانه حلمك علشان أهلك يفتخوا بيك وما تضيعشوا برضو مستقبلك في الدراسة أهلك طبعا مستنين شهادتك وعايزينك تنجح وتبقى حاجة مشارثة ليهم تمام وتاني حاجة حلمك أنت إن شاء الله لدي بالأحمد بحمد دروشك سريعا أولا الكابتن أحب أشكرك شكري جيد أنت أو الكابتن رأفت الكابتن رأفت بيساعدني وبيقف معي كتير والشكر الأول برضو من بعد ربنا لوالدي والوالدتي وأحب أشكرو مع لهم بعملوا معي طبعا إسلام جاي عبدالقادر اللعيبك جيد إسلام حامل أنا بحب أشكر كل اللعيبة والمدربين اللي هو قفوا جنبي وأحب أشكر أمي وأخواتي اللي زندوني طول الفترة ديت وكابتن عامر رجب تمام وكابتن وسامة فاحمة وإحنا برضو أحسن بنشكركم طبعا وربنا يوفقكم وربنا يكرمكم كده لأن دي محطة اللي بيجتهد وبيتعب بيوصل إن شاء الله بإذن الله وربنا ووفقكم لأن ما هي ديت إلا ما هي محاولات اللعب المميز اللي زون مستوى كويس إن شاء الله بإذن الله واللي بيجتهد إن شاء الله حيوصل بإذن الله وربنا ووفقه وليه بحب أشكر بقرر شكري طبعا في هذه الفقرة الختمية طبعا وبشكر الجمهوري العزيز إن شاء الله والسادة المشاهدين وإن شاء الله بإذن الله انتظرونا يوم ثلاثاء القادم في تمام الساعة الحادية عشر وبرنامجكم ملاعب ملدنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته